السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب إحنا بعد ما نصبنا الـ VNC في داخل الـ Raspberry Pi وقدرنا نربطه الـ VNC ونتحكم عن طريق الكمبيوتر يعني الواجهة الخاصة في الـ Raspberry Pi رح نفتحها عن طريق الكمبيوتر لكن فيه شغلة لازم تتبعوا عليها بمجرد إطفاء الـ Raspberry Pi هذه الواجهة لن تعمل ليش؟ لأنه إحنا إذا حبينا الـ VNC Viewer أو الـ VNC Server الموجود في الـ Raspberry Pi لأنه يشتغل أوتوماتيكيا بمجرد تشغيل الـ Raspberry Pi وإطفاءه فيفترض من عدنا أنه نعمل بعض الخطوات الخطوات بسيطة ليست صعبة طيب يعني بمجرد أنه إحنا نطفي الـ Raspberry Pi معناها أنه الـ VNC Server لن يعمل مجددا لكن هو موجود ومنصب إذن يحتاج من عدنا كل مرة نذكر الـ Raspberry Pi لما نطفي ونشغله لازم يشغل VNC Server طبعاً أنا حملت الكود على الموقع الخاص بيه بالـ GitHub مجرد تكتب محمد عيسى يظهر لك في عندي Starting VNC Automatically on Raspberry Pi هذا تحتاجه تذهب لي هذا الرابط طبعاً داخل هذا الرابط راح تلقى ملف اسمه Tight VNC Server هذا اللي أنت تحتاجه لكن قبلها شو تسوي؟ ملاحظ أول شيء تحتاج أنه تذهب تأخذ هذا الكود اللي هو Sudo Nano ETC Inet Tight VNC طبعاً ممكن تتبع عن طريقة Terminal لأنه نحن نعرف أنه نقدر نربط نفسنا إذا كتبنا هناك XZ نقدر نربط نفسنا SSH مع الـ Raspberry Pi أو ممكن أنه تستخدم الـ VNC آه راح أعمل عن طريق الـ SSH لسبب بسيط ممكن في بيكم ناس أنه طفت الـ Raspberry Pi فلن يعمل الـ VNC فعن طريقة Terminal أو تربطهم على الشاشة الكبيرة أو تربط HDMI وإلى آخره مثل طريقة الـ Install ومنك تتبع الـ Terminal لكن خلونا نشوف عن طريقة الـ SSH كيف نعمل هذا الشيء طيب الآن إحنا موجدين في الـ Raspberry Pi هنا كل اللي نحتاجه أنه نجي نعمل sodo nano etc init dot d tight vnc server إذن أجي هنا أعمل بـ Pest طبعا هذا الفاير راح يكون فارغ عندك أوكي هذا الفاير راح يكون فارغ عندك لما أعمل Enter راح يكون فارغ لا تنتبه على الكود الموجود كل اللي تحتاجه أنت تجي بعد ما أنت عملت هذا بيست رايت كلك افتحها بلسان جديد New Tab راح يطلع لك الكودات اللي موجود في داخلها لاحظ هذا هو الكود أوكي ياهو الكود انتبه ليس من هنا لا وإنما منه من هذه المكان اللي هو خليك برح تتشوفه زين الهاشتاج علامة التعجب بين SH من هذا المكان تأخذ select أوكي وتنزل الأسفل لحد الـ XZ0 هذا فقط يعني من السطر الثمانية لغاية 26 فقط تعملها copy وتجي على هذا المكان تعملها right click paste أوكي خلنا نفرض أنه هذا ما موجود على سبيل المثال أوكي خلنا نعمل بهذا الشكل تمام؟ أنت راح تظهر لك بهذه الصورة فارغ كلا ما تدخل لهذا راح تلقى فارغ فتعمل شنو؟ right click paste راح يجي يطبع لك كل الكودات اللي أنت قمت بنسخها يبقى عليك تعمل control X تضغط على Y أوكي حتى يعمل لك شنو؟ حتى يعمل لك yes بعد ذلك تضغط على enter بمجرد عمل هذا الشيء راح يجي شي يسوي راح يطبع أوكي راح يحفظ الكودات اللي أنت قمت بنسخها من موقعي على في داخل الفايل اللي هو tightvnc server فمن ترجع لها مرة أخرى راح تلقى الكود مثل ما موجود أمامك تمام؟ طيب بعد ذلك إش راح أحتاج أسوي؟ بعد ذلك بعد ما أكتب الكود هذا أحتاج أنه أعطي ترخيص sodo chmode اللي هو change mode سبعة خمسة خمسة لهذا المسار أوكي أعمل هذا copy أجي مرة أخرى للترمينال أعملها past أوكي طبعا sodo أوكي هذا اللي أنا عملت أكثر من مرة لاحظه هنا أنا أنت صار عندك الكودين في نفس الوقت صار عفوان نقدر نعمل شي لاحظه هنا أنا أنا مرتبهم هذا أوكي تأخذ هذا copy وتجي هنا تعملها past أوكي بعدين تجي الكود الثاني copy وتجي هنا تعملها past أوكي الكود الأول ليش ما اشتغل؟ لأنه اثنيناتهم تلاحظ هو لازم من هذا لحد هذا أوكي تأخذ copy بعدين تأخذ هذا تعملها copy أوكي من سودو هذا لذلك ممكن تلقى بداخل الملف يكون أرتب فإذا بعد ما تحفظ هذا تجي تعمل هذا copy وتعملها past بعد ذلك تعمل هذا copy وبعدين تعملها past بمجرد أنه أنت تعملها restart مفروض أنه ال vnc server الآن شغال عندك يعني بكل اللي أحتاجه هو solo reboot تمام؟ أعمل reboot لحظة ال vnc تم غلقة كيف أعرف أنه رجع يشتغل ممكن أعمل ping لل IP الخاص بRaspberry Pi ممكن أيضا متابعتها منها الآن لاحظ الآن دي يشتغل تقريبا لاحظ بعد timeout بعد في التشغيل لحد ما يختفي اللون الأغضر يعني اللون الأغضر مع أنه بدي يشتغل لاحظ بعد timeout الآن لما ينطفي اللون الأغضر تقريبا اشتغل الآن تقريبا مفروض أنه يشتغل لاحظ reply طيب إذا لو أرجع لل vnc مرة أخرى وأعمل دبل كليك ممتاز ممتاز أوكي هاي ممكن نعمل دونت حتى لا يستغلنا كل مرة أوكي فبالحالة صار عندي ال vnc شغال بدون أي مشاكل فكل مرة راح أطفي ال raspberry pi وشغله يكون عندي ال vnc موجود وأقدر أترك ال raspberry pi في أي مكان في البيت مادام هو عنده ربط مع ال access point يعني ممكن الراوتر الموجود في البيت تضع ال raspberry pi بجانبه وتأخذ كابل rg45 تأخذ كابل وتربطه بال raspberry pi وانتهى فعاد أنت كل مرة تدخل raspberry pi من أي مكان يعني ممكن تقعد بالحديقة إذا كان الإشارة الراوتر يوصل للحديقة ممكن تقعد بالحديقة وتشغل ال GUI الواجهة ال graphic user interface لل raspberry pi وتشتغل عليها براحتك طيب، دعونا نوقف هنا نكمل الدرس القادم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر